مع حلول موسم الشتاء من كل عام تتجدد معاناة سكان تهامة مع أمراض البرد ومضاعفاتها حرب وفقر ومجاعة ووباء رباعي يشكل أركان المأساة ووحدهم الفقراء البسطاء يدفعون الثمن باهضا من استقرارهم النفسي والمعيشي هذا هو حال عشرات الآلاف من سكان مديرية الجراحي الواقعة جنوب شرقي محافظة الحديدة والتي تعد من أكثر المديريات كثافة بالسكان منذ أسبوعين تقريبا والجراحي تعيش موجة غير مسبقة من أمراض الملاريا والحميات وفي مقدمتها المكرفس أو الضناك وهو مرض يعرف علميا بالسيكونوجيا يهاجم مناعة الجسم ويسكن المفاصل مصحوبا بأعراض تجعل الضحية عاجزة عن الحركة تقريبا معاناة إنسانية ترقى إلى الكارثة تجتاح البيوت فتأتي على كل من فيها غير أنها أشد فتكا بكباري السن والأطفال وفقا لمصادر طبية فإن الضناك والمكرفس أودي بحياة ثمانية عشر حالة خلال أكتوبر المنصر بينما مصادر محلية تؤكد أن الرقم أكثر بكثير من ما أعلن وضع كارث يصعب احتوائه في ظل الحرب نظرا لتوضع الإمكانية إلا ببعض الإجراءات الوقائية كحملات التوعية ورش الضبابي أو بشفط مياه المستنقعات وردمها ورغم استقبال مستشفى الجراحي لمخيمين إسعافيين خيريين إضافة لكميات علاجية محدودة إلا أن الجائحة تبدو أكبر وأخطر وضع يستدعي تدخلا نوعيا وكبيرا من الجهات المعنية محليا ودوليا وفي مقدمتها وزارة الصحة واليونسف وأطباء بلا حدود وغيرها بينما يتساءل البعض عن التحارف الذي يحضر سياسيا وعسكريا ويكاد يغيب إنسانيا إلا من خلال أرقام تتداولها وسائل الإعلام ترجمة نانسي قنقر